موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطائرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيانا لكم أعزائنا من إذاعة البشائر ومن فترة يسألونك عن الإنسان والحياة ونرحب بكم إلى هذا اللقاء الذي تتبعونه على الهواء مباشرة حيث يمكنكم التواصل معنا على أرقام الهاتف 01-853-804 853-805 و 853-806 ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم على رقم الواتساب 76-64-94-1919 ويجيب على أسئلتكم اليوم سماحة الشيخ محسن عطوي أهلا بكم مولانا وكل التحعير لكم الله يرعوك مولانا حنبدأ بسؤال لخينا العزيز اللي بيقول أو هو عم يحاول يتأكد أنه هل الحديث هو صحيح منسوب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أم لا بيقول أنه ينقل أو ينسب إلى الرسول الأكرم أنه قال تفترق أمة 72 فرقة منها فرقة ناجية أو فرقة صهري الفرقة أصبح أم أصبح نعم إذن من هذه الاثنتين وسبعين فيها فرقة واحدة ناجية هل نسبة الحديث إلى الرسول صحيحة أم لا حياكم الله حيا لكم مولانا وحيا إخواني وأخواتي جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين يعني موضوع هذا الحديث بالحقيقة خينا وحبيبنا سمحت الشيخ إحسان الخشن عامل كتاب عن الموضوع نعم وبالذكر أنا بالمحصلي أنه لم تثبت صحة هذا الحديث يعني على الأقل إذا قيل أنه قد يصح سندا نعم فهو يعني فيه اضطراب كبير من حيث اللفظ وبالتالي يعني الموضوع هو غني في الأخذ والرد نعم ككل يعني بمعزل عن هذا الحديث فكرة يعني أن أن تكون فرقة ناجية أو فرقة على الحق يعني حتى نغير اللفظ يعني يمكن الإشكال يكون أنه فرقة ناجية والباقي في النار فيها شغلة كبيرة يعني أعرف كيف أما أنه نقول فرقة على الحق والأخرى غير محقة ومصيرها بيد الله لأنه مسألة حتى الكفار الوثنيون أو أهل الكتاب يعني غير المسلمين فيه كلام أنه الله سبحانه وتعالى لا ندل عليه وأنهم حتما من أهل النار لأننا لا نعلم ماذا يسر قلب هذا الإنسان الذي يبدو لنا وثنيا أو يبدو لنا من أهل الكتاب وبالتالي نعم يعني هل هو معذور فيما يرى هل بحث ووصل إلى هذه النتيجة أو أنه من المستضعفين الذين لا يميزون يعني حقائق الأمور أو من الذين لم تصلهم دعوة الأنبياء ودعوة الحق بصورة من الصور لأنهم يعيشون معزولين عن العالم في أرياف نائية وما أشبه ذلك إذن نحن يعني موضوع أنه من أهل الجنة أو من أهل النار لا يكون حكما على الأفراد كما وأنه لا يكون حكما على الجماعات استخدام تعبير أنه فرقة محقة وفرقة مبطلة مأبول أكتر وبالتالي هو واقع الحال هو واقع الحال يعني من يلتزم بعقيدة التسنن يعتقد أنها الحق الذي ينبغي أن يعتقد به الآخر وأنهم إن لم يعتقدوا به فليسوا على الحق معذورين مش معذورين بصور كلامتين ومن هو على نهج التشيع نفس الكلام ومن هو مسلم تجاه المسيحي كمان نفس الكلام والمسيحي تجاه المسلم نفس الكلام يعني هناك تباني عقلاء على أن الحق لا يكون متعددا وهي جوهر الموضوع الحق واحد ما حيكون عشرة جوهر الموضوع إما أن يكون لله ولد أو لا يكون ما بصير ممكن يكون وممكن ما يكون ما بصير محمد صلى الله عليه وآله وسلم إما أنه نبي أو مش نبي ما في شيء وسط طيب إذا في واقع الحال هو رسول الله ومن يؤمن بأنه رسول الله يؤمن أن ذلك هو الحق الذي ما عداه يعتبر باطلا معنى أنه جميعنا متفقون على أنه من بين أهل الأديان ومن بين أهل الفرق ولو لم يكن هذا الحديث موجودا فرقة ناشي هلا بيبقى أنه الباقي في النار يمكن يكون الكلام بهذا الجزء من هذا الحديث نعم فأقول لأخي الكريم أن المسألة يعني مضمون هذا الحديث من هذا الجانب هو مضمون قطعي عقلا وإذا انسجم هذا الحديث معه ولو ببعض فقراته مع النقاش في الفقرات الأخرى فإنه مؤيد بالعقد وبالتالي لا منع أن نلتزم بصحته طبعا بعد من شوف موضوع السند إذا كان السند يسلم أو لا يسلم بس علماء الكلام وعلماء الأديان ومن يتعاطى بالشأن العقائدي والشأن الفلسفي فطريا كل واحد منه حتى لو ما كان الموضوع له علاءة بالأديان حتى موضوع أنه هذا العصفور دوري بيباني مثلا عنكم البيباني موجودة بوباني بيقولوله العصفور الثغيور فوستيكي يعني فوستيكي من إلا بوباني نحن هاللي ذيلة شويل طويل بتطلعش لئمي يعني فالمهم يا سيدنا هذا العصفور إما أن يكون هذا أو يكون هذا ما بصير إذا اختلفت أنه إياك على أي شيء الحق سيكون واحدا وكذلك في عالم الأديان والعقائد والفلسفات وإن كان يعني حدا بيحاول أنه يعمل أشياء وسطية وما أشبه حتى الأمور الوسطية ستكون رأيا ثالثا ومش معلوم إنه إنه هي الصح نعم سمح لي سمح الشيخ بإتصال وأعود السلام عليكم عزيزنا سيد حسان يعطيك ألف عافية مولانا يعطيك العافية مولانا بس سؤال صغير يعني استوضاع أنه لحتى نحن مضبوط نعرف المباهلة اللي هتا انت حصلت مع النصارى نجران مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت على أساس أنه ما هو عيسى المسيح بالنسبة إلى الله بيقولوا هني أنه هل هي المهبهة لك كانت مش هيدا هيدا الموضوع يعني المفروض هيك مفروض وطبعا إلى علاءة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم هني ما كانوا يصدقونه في النهور هذا الأساس هنحكي إن شاء الله لكن بهذا الإطار أسألهم بالنسبة لي عيسى عليه السلام أنه نبي من الله وليس ابنه إن شاء الله عم بيقول الشخصين رح نتعرض لموضوع المباهلة كمان معي تسالتين تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام والإكرام بيان سماعة الشيخ بالموضوع السابق بيان جلي وموضح لأن القرآن يقول وأن هذا صراطي ولا تتبع السبل سبل الضلال متعددة لكن الحق واحد مولانا بعدين فيما يؤيذ هذا الحديث بالشعر والشعر ديوان العرب يقول الشعر ولما رأيت الناس قد ركبت بهم مراكبهم في أبحر الغي والجهلي جبت على اسم الله في سفر النجا وهم آل بيث المصطفى خاتب الرسلي الله الله وأمسكت حبل الله وهو ولاء كما قد أمرنا بالتمسك بحبله هنا يقول وإذا افترقت في الدين سبعين فرقة ونيفا كما قد جاء في مؤكم النقلي ويقول في مؤكم النقلي أفل فرقة الهلاك آل محمد أم الفرقة الناجين بالله قل لي فإن قلت في الناجين فالقول واحد وإن قلت في الهلاك حتى عن العدلي فخاخره لعليا وآله وأنتم مع الباقي في أوسع الحل الله أحسنت 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 أعتيك العافية شكراً إليك شكراً إليك أحسنتم أحسنتم يعني مولانا موضوع أنه كمان الشعر لا يؤيد القطعي بشكل قطعي أو ليس دليلاً بشكل قطعي هو موضوع خلنا نقول سمع الشيخ موضوع أنه 72 فرقة المشكلة متل ما تفضلته يعني في حق وفي باطل إن كانوا 30 أو كانوا 70 إذا المشكلة قصة 72 هو يبدو متن الحديث هذه ومضمون نعم وإلا بالنهاية الفكرة فكرة قطعية قطعية عظيم طيب بموضوع المباهة لسماحة الشيخ يعني بالمناسبة شيخنا الحبيب في ناس هلأ عما يحكوا بمنطق أنه الجميع على حق ها يعني النصرى نعم على الراس والعين والله تعالى قال أنه آمنوا أنه هن من مناح وأنه كذا وكذا وكذلك اليهود كمان ما في مشكلة والمسلمين كمان ما في مشكلة الإسلام وبالتالي الأديان السماوية فكرة أنها محرفة وأنها قد نسخت بالإسلام في حدا عم بيحاول يأفي عنه مع أنه القرآن صريح كل واحد عادين والله يعينه ها ها في مع أنه القرآن صريح في عشرات الآيات ما يؤكد أنه مطلوب من أهل الكتاب أن يؤمنوا برسول الله وأن ذلك يعني بقاءهم على ما هم عليه لن ينفع ايه نعم في هيك نغميا نعم طيب قصة المباهلة سمعت شيخل كانت أنه من هو عيسى بالنسبة إلى الله عز وجل ولا لا بموضوع إفبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم موضوع المباهلة بالحقيقة فيه إلى عدة إيحاءات نعم يعني هي الكلام أنه دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإيمان فااااااا استقبرا قالوا له لأ ومن بيقول إنك أنت صادق فقال لهم إذا كان الموضوع إنني صادق أو مش صادق اتفضلوا نتواجه اتنين اتنى وندعو الله سبحانه وتعالى ان ينزل عذابه على الكذب هاي المباهلة هايك مش كانوا عم يبحثوا بموضوع النبي عيسى عم يبحثوا باصل النبوة الرسول بالامام به زاره وفد قبل ذلك او بعد ذلك كانت العلاقات جيدة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين اهل الكتاب المقيمين في محيط المدينة المنورة وكان من اولى الخطوات التي خطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم الى المدينة انه اجرى كتابا ومعاهدة بينه وبينهم على ان يحفظ كل منهم الآخر وان يحترم ما هو عليه وان لا يمالك له عدوا هاي المعاهدة اللي كانت مع يهود بن النظير بن قينقاع وغيرهم ثم نقضوها فيما بعد المسيحيين ظلوا على عهدهم وظلوا أوفياء وكان يعني اجواء المباهلة توحي بالعديد من الامور الاساسية منها حرص المسيحيين على ان يحاوروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتورطوا في حلف ضده ولا يستخدموا العنف من اجل اسقاطه وهذا امر كتير ايجابي ويمكن القرآن الكريم من اجل هذا مدح النصارى في بعض الآيات بلحام هذا الموقف كما وان الحوار الذي قام قام على مبدأ التصديق للنبي وعدم التصديق به هلا شو الخلفيات عندهم واضح انه هني كلام يعني النبي صلى الله عليه وآله والآخرون من اهل الكتاب كلاهما يعتقدان ان الله سبحانه وتعالى يؤيد الصادق منهما وينصره نعم وان الدعاء حين يتواجه الطرفان ويدعو كل منهما ان ينصره الله وان يخذل خصمه مبني على اساس ان الدعاء سيكون في صالح الطرف المحق طبعا هلا ظاهر انه المسيحيين او النصارى او هذه الفرقة من النصارى لانه طبعا النصارى فرق كانوا في زمان النبي الفرق هذه الفرقة التي يعني ارادت ان تباهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلها يعني كانت تراهن على ان النبي يتهيب ان يباهلها وبالتالي يعني مجرد ان لا يباهل هو انتصار لا طبعا هلا لما شافوا انه لا يعني طرح المباهل كان من طرفهم بها الحال التحدي يعني لا يحضرني على اساس انه هن يراهنوا انه ما يحضر على المباهل يبدو انه كانت رغبة مشترك نعم رغبة مشترك فكان انه جاء النبي وحده وعليا والزهراء عليه السلام والحسن والحسن واجهوا لك ب يعني حالة احتفالية كبيرة وكأنه يراد يعني استعراض يعني استعراض الحضور الفاعل لهم انه نحن نقوم كذا بأزيائهم بصلبانهم بنواقيسهم بأمورهم جاءوا في محفل مهيب نعم وكانوا يتوقعون ان يأتي المسلمون كذلك يعني بهذا المحفل واذا بهؤلاء الثلاء فقط يأتون يعني كانت النتيجة ان النصارى امتنعوا عن المحاججة وافترقوا دون ان يبدو الايمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ان الله سبحانه وتعالى خلد المبدأ اثبتها في القرآن الكريم مثلا فقل تعالى وندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لو انهم باهلوا وهم يعني مترددين ولا يقطعون بانهم على الحق وان محمدا وخاصة بعد ما اجابي هذا النحو وحد منهم يبدو على اطلاع على الكتب وعندوا علم بشيء معين فكان انه اوقفهم وامتنعوا عن المحاججة وعن المباهلة وافترقوا وذهب كل الى سبيله نعم دون ان تحدث المباهلة ولو انها حدثت يعني اكيد لكان الامر اختلاف صحيح يعني هو عبارة عن افكار قهري وهذا تعريفه بعلم النفس يعني هو الافكار القهري اللي تعرض على الانسان وتلح عليه وتمسك بارادته ولا تجعله يتصرف الا وفقا لها رغم حدم معقولية الشكوك التي تعرض عليه وبالتالي الوسواس هو قائم على الشك غيته الشك يعني قد يكون شكا عقلائيا مثل اي واحد مننا بشك بايشي ومرة تاني لا بيكون شك وسواسي بحيث انه اي شيء لا يطمئن الي ما عنده شيء اسمه يقين حالاته يعني اما كلها يعني لا يطمئن الى ما يفعل او بعضها فالوسواس قائم على الشك لكن هو افكار قهري وطبعا يعني علاجه لابد ان يكون بان لا يبالي الانسان به انه يطنش يعني حتى لو انه اعتقد ان صلاته باطلة فعليه ان يمضي بصلاته ولا يعيدها رغم انه يعتقد انها باطلة لانه اعتقاده من عقلاء هذا هو العلاج القهري للوسواس الصحي صحي طيف كمان عم يقول انه لماذا كان في طلب من سيدة زهراء عليها السلام باخفاء قبرها يعني هل الامام علي هو اخفى القبر ام من زهراء طلبت ذلك وفي الواقع يعني لما منشوف تداعيات الفترة التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحورية حركة الزهراء عليه السلام باتجاه استعادة الحق لأمير المؤمنين علي عليه السلام منشوف انه المواجهة التي تمت بينها وبين الخلفاء ونوع التصرف الذي بدر من الخلفاء يعني من الخليفة الاول تجاهها ومن يناصره كان امرا لا ينبغي ان يمر مرور الكرام ولا ينبغي ان لا يحتج عليه بالطريق المناسبة بل كأنه ولا ينبغي الا ان يخلت الا ان يخلت وحيث يعني ان الزهراء عليه السلام كانت يعني بضعة من النبي ولها فضلها العظيم ولها مكانتها في الدين وفي العقيدة وفي احاديث النبي وفي حياة النبي صلى الله عليه وآله وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يشيد به طيب واجهوها بالتكذيب واجهوها بالحصار الاقتصادي واجهوها بال يعني بال بالعنف السياسي بدك تقول ردوا عليها يعني نقضوا مكانتها المعلومة في الحياة الاجتماعية والحياة الاسلامية طيب كان من المناسب أن ترد بأمرين الأمر الأول وهذا أمر موثق أن الخليفة الأول وصاحبه الخليفة الثاني عمر جاء زائرين لها في مرضيها فاستأذنت عليهما كما يقول ابن قطيبة الدينوري في كتابه الإمام والسياس نعم بقول فكأن علي عليه السلام تشفع لها لتأذن لهم فأذنت فدخلا عليها فأدارت ظهرها لهم فقال يعني أنه نحن من نطلب منك الاعتذار والمسامحة هي ما قالت إلا أنه أشهدكم الله أو ما سمعتما أبي رسول الله يقول فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها أو يغضبني ما يغضبها يرضيني ما يرضيها ويغضبني ما يغضبها قال بلى نشر فرفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم اشهد أنهما آذياني فقاما منصرفين هذا موقف موقف كتبه المؤرخون نعم طيب الموقف الثاني أنها طلبت أن لا يشاركوا في تشيحي وأن تدفن ليلا وأن تدفن سرا ويخفى قبرها ليس ذلك إلا لتسجيل احتجاج ضخم من بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتؤكد ظلامتها والتنكر لحقها وما بدر منهم تجاه نعم شيخنا عم تسأل بعشرة إذا أنا بدي جدد المطبخ عندي يعني بدي غير كل شيء مثلا نعم ناس كتير فيني ولا لا بيسألوا يعني هالأسل هاي مع أنه يعني دائما منقول أنه في عشرة لا يحرم شيء كان حلالا قبل عشرة ما في شيء يعني بتظل الشريعة هي الشريعة غايته يعني يفضل للإنسان الموالي المحب للإمام عليه السلام أن لا يظهر البهجة في شيء في الأيام العشر طبعا لأنه هناك من يجعل الحزن متواصلا ستين يوما يعني طوال جار محرم صفر هذا أمر يعني ليس مطلوبا ولا هو معلوم يعني في فأيام العشر من المحرم نعم وبعدها يومين أو ثلاثة يعني بعدها لا منع أن يلبس الإنسان جديدا أن يشتري جديدا أن يعمل وما أشبه أما أنه حرام لا ليس بحال مثلا خشب خلقع الصحكية إذا في ضرورة ما في مشكلة نعم ما في مشكلة إذا تخرب شيء وبدو إصلاح أو ما ما في مشكلة لا بيقول هل ترث الجد أو الجد حفيدهما في حال كان ابنهما متوفرا أيضا ولم يكن الحفيد لديه أولاد هل ترث الجد أو الجد حفيدهما يعني الجد والجد والإخوة إخوة لذان يرثان المتوفى الذي ليس له ولد إلى جانب زوجته إذا كان له زوج فبيكون لزوجة الربع ويستخرج نصيبها وهو الربع وبعد ذلك ما يبقى بعد الربع يوزع على الجدين وعلى الإخوة يعني بهالحال إذا كان مش يعني وإذا ما في إلا جده وجدته بيكون الميراث كله لإله يعني إذا في حال كان ابنهما متوفرا أيضا ولم يكن الحفيد لديه أولاد إذا في عنده زوجي فقط ما عندهوش أولاد إيه إيه نعم 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 أريد أن أسأل عن فدية تأخير شهر رمضان كامل هل لازالت 8 دولار وماذا عن الكفارة الكبيرة وكفارات اليمين الكفارة الكبيرة كفارة الإفطار عمدا 10 دولارات والفدية الصوم 8 دولارات نعم هلأ بالنسبة للكفارة الصغيرة كأنه عم يغطوها 5-4 دولار يمكن بعتقد مش ببالي بس كأنه من فترة سألت قالوا 4 دولار مه آه آه الفدية تأخير بعدها 8 دولار 8 دولار نعم صح طيب آه فطرة عيد الأضاء عيد الفطر نعم زكاة الفطرة زكاة الفطرة زكاة الفطرة يعني بعدك كمان مثل ما هي إذا حدا مش دافعها نعم بيدفعها بسعرها اللي كانت نعم صح نعم قداش كانت دخلك نسينا نسينا كفين نسينا إن شاء الله منستذكر يعني ما تغيرت نعم وهي عبارة عن يعني 3 كيلو 4 أمداد يعني 3 كيلو من الخبز أو الطحين أو أي شيء آخر نعم عندما أقيم في مكان يبعد عن مكان سكني المسافة الشرعية لمدة 4 سابيع وأعود إلى مكان سكني الدائم لمدة 36 ساعة لمراجعة الدكتور ومن ثم أعود إلى المكان نفسه الذي يبعد المسافة الشرعية عن مدينة سكني في الأيام الأوائل العشرة كيف تكون صلاة قصر أو تمام يعني يعني هو إذا عزم على التواجد في ذلك المكان تواجد الإنسان في وطني أو هو كرمال العمل مش هيك عن بيقول إذا أرجعنا أرينا سؤال عندما أقيم في مكان يبعد عن مكان سكني المسافة الشرعية لمدة 4 سابيع وأعود إلى مكان سكني الدائم 36 ساعة ثم أعود إلى المكان نفسي الذي يبعد المسافة لا عمل ولا شيء كأن ستكون هذه حالته يعني إذا كان سيبقى على هذه الحالة وسيتخذها وطنا أكيد بصير يصلي تمام من أول ما بيعزم على أن يعمل يعني بس يصير عمله هونيك بصير هيك وإذا كان سكنوا بمحل عمله كمان نفس الشيء يعني بيمشي من أول يوم لأنه حالة العمل تقريبا هي الأساس هوني نعم مفارقته لموضع عمله مثلا 36 ساعة يعني شيء يوم ونص تقريبا ما بتأثر على موضوع أنه قد صار وطنا له أو بحكم الوطن يعني إذا كان بيجي كرمال العمل أو كان أيضا سكنوا في موضع عمله بيكون يعني بحكم الوطن وإذا كان ساكن هونيك بصير وطن عم يقول لسه هي بسبب مرض ابنتي وليس بسبب عمل أنه ظاهر عم يعالج بنته بهاي المسافة اللي عم يطلعها من مكان سكنه فعم يقعد في مدة الأربع أسابيع عم يرجع على موطنه مدة تلاتة وسبعين ستة وثلاثين ساعة لمراجعة الدكتور هلا هو نفس يعني وجوده في ذلك المكان مش أربع أسابيع بل عشرة أيام دول أن يخرج من موضع تواجده بصير واجبه أنه يصلي تمام لأنه عم ينوي الإقامة عشرتية أما إذا كان يعني ما راح تكون كما وإنه مدام هاي مش راح تكون حالته الدائمة يعني لا هي مقر عمل ولا هي مقر السكن وإنما في فترة علاج طارئة لمدة شهر أو شهرين حسب ما عم بيقول نعم أنه أربع أسابيع وبعدين أربع أسابيع فإنما يجب عليه التمام إذا كان يبقى حيث هو عشرة أيام مجرد بمجرد العشرة الأيام الأولى بده بلش بالتمام وهو ما هي نية الإقامة تعني البقاء في الموضع الذي هو فيه هلأ بيبقى عشرة بيبقى أكتر مش مشكلة عم يقول مش إقامة دائمة يعني ما في عندي إقامة دائمة ولكن أنا عم بروح عالج بنتي بدي عم بقعد أربع أسابيع أول مرة عدت أربع أسابيع رجعت شوارت الدكتور بمكان ببلدي أو بالمطرح ما أنا ساكن ورجعت على على العلاج أو ما شواء معناته بدينه الإقامة مدام يعني لا وطن ولا عمل إذا سافر إقامة العشرة إيامي نعم نقول له أنه بدك تنوي الإقامة الدائمة إنما العشرة إيام بس يكفي أن يقيم عشرة أيام ليجب عليه التمام فلو فرضنا أنه هو حيث يقيم ما عم يقدر يبقى عشرة أيام وربع وإنما بيطلع إلى مسافة أخرى لأي سبب من الأسباب معناتها أنه بد يظل يصلي أسر كل الشهر إنه عم يكسر العشرة أحسنته نعم أما إذا كان عم يبقى عشرة أيام فكائنا ما كان حاله وأد ما كان رح يبقى مدام عم يبقى عشرة أيام مرى بعض وما فوق ضمن العشرة أيام وما بعده مدام في نفس البلد بد يصلي تمام نعم يعني يجري عليه حكم ناوي الإقامة ولا يجري عليه حكم الوطن نعم مدام ليس ناويا للتوطن وإنما يأتي لغرض العلاج فينا نرمي السلام مثل ما بيقولوا على أهل الكتاب يعني إذا شفنا السلام عليكم ورحمة الله لا مانع لا مانع ونعانقه ونستضيفه ويستضيفنا يعني الله سبحانه وتعالى خط خطا للعلاقة بأهل الكتاب مدام ليسوا محاربين لنا فهم في يعني حالة عيش مشترك كريم بيننا وبينه نعم مدام يحفظون حرماتنا ونحفظ حرماتهم ولا عدوان مننا عليهم ولا منهم علينا نعيش عيشة يعني مشتركة قائمة على المحب يقال أنه إذا سلمت على حدا مش من دينك أو مش من طائفتك يفسد وضوءك إذا كنت متوضي صحيح حكي حكي بقايا بقايا العصبيات الموروثة وإلا الأي الكريم في سورة الصف لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم والله يحب المقصطين يعني مدام مدام في تعايش كريم بيننا وبينهم مفروض يكون المسلمين أحرص على أن يعيشوا بود معهم وأن يبدوا لهم كل اهتمام نعم بيخد اتصال الشيخ تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام الله يعافيكم كيفك شيخ حسن طال عمرك يا أهلا سؤالين هلأ أنا بتعرف الدنيا صيف وما لايما في كهارب وهايك فمنضطر نخفف من ملابسنا طب الصلاة فتفاض بس نوعا ما مش كتير يعني هو كتان بس نوعا ما شفيف بس شفيف بخيل إذا بدنا نقول عم بيقولولي إنه ما بيجوز لازم ألبس إنه أكتر وطويل وهايك إنه تحت التوب ما بعرف قديش صحت هالموضوع وسؤال تاني سجدة شك لا عفن سجدة الواجب أثناء كراءة الكرآن سجدة التلاوي نعم سجدة التلاوي لازم بالوقت اللي نحنا عم نقرأ فيه دغري إنه نوقف ونسجد بيتوجب مثلا إلى وضعية معينة إلى كذا وفي أعرف إذا في فرق بين السنة والشيعة فيها لأنه مش كرمال فيه بس نحنا نصف عبتنا سنة والنص السنة بس أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك طيب إذا نصوب الصلاة سمعت الشيخ إذا ما بيخايل يعني هلأ هو طبعا اللقماش ممكن إنه يخايل إذا صار فيه إنعكاس للضوء صحي على إذا صار فيه ضوء من وراء حتى لو كان سميك شوي ممكن إنه يعكس تجسم ما تحته نعم نعم يعني الجسم ولا يبدي ولا يبدي يعني نفس الجسم نعم لا يبدي نعم هذا ما بضر هذا ما بضر لا ما بضر هلأ ممكن نحن نتوقع إنه نظهر فيه قدام الناس دس لا يقال أنها لا تستر جسدها بالنسبة للصلاة يعني ما فيه بالنسبة للصلاة ما فيه طيب سجدة التلاوية مباشرة عندها تلاوتها لازم نسجدها وشه شروطها يعني مبدئيا لما نمنهي الآية طبعا والآية إذا انتهت ما إنه منضل منشغلين بالقراءة لا مننا نوقع في القراءة ومننا نهيئ الموضع المناسب للسجود يعني يمكن يكون مثلا لابس بإجره الواحد بده يشلح مشيته يمكن يكون بطريق ناس بده يزيح على جنب يمكن يكون فيه ماء مثلا أو ما أشبه ذلك المهم أن يهيئ المقدمات التي سيسجد بعدها طبقا لما هو واجب بس ما ما واجب يعني يستقبل القبلي ولا واجب يكون على طهارة ولا واجب المرأة تكون على ستر نعم وإنما بإمكان المكلف أن يسجد في أية وضعية يكون عليها رجل كان أو امرأة بحقيقة أن هذا السجود لا يشترط فيه إلا وضع المساجد السبع على الأرض نعم يعني بده يكون ساجدا بالنحو الذي يسجد فيه في الصلاة أما شروط سجود الصلاة ليس مطلوبا عند السنور شيء على نفس الشيء كما أنه مش واجب يقول شيء أثناء السجود هلأ في شيء يمكن يكون فيه فرق بيننا وبينهم هو بعدد الصور التي ينبغي السجود عندنا يعني يسجد لأربع آيات في أربع صور صورة حاميم السجدة وحاميم فصلت وصورة النجم وصورة اقرأ العلق نعم في القرآن الكريم لا ما يقرب من 13 صورة فيها السجود بس الشروط السجود نفسه ولكن نعم ما عندي فكرة بالنسبة للمذاهب الأربعة نعم إذا كانت توجب السجود أو تجعله مستحب نعم عندنا يجب السجود لهذه الأربع صور ويستحب لمعادة طبعا نعم أو بنحط مثلا شؤف خضرة فبيقول ومصاري كمان بيقول أنه الأين معها الشغلات كلها سوى تعليق مفاتيح عموما هن بيوزعوا هاي الشؤف الخضرة مثلا للناس تبركا فيها حال والمصاري بيخطوها مثلا لأعمار المقام وإصلاح والصرف عليه وبيبقى فيه السجدات كمان نفس الشي بيوزعوها بيبقى فيه مثلا تعليق المفاتيح فيني أعطيها لحد تبركا ولا لا يعني مش واضح أنه تعطى مدام لها قيمة ويمكن استخدامها في مصالح المقام لا بدأت ضل وتستعمل في مصالح المقام يعني إذا في مفاتيح في كذا تجعل فيها مفاتيح معينة ويستغل مصلحة المقام القيمون عليها نعم نعم ابني عمره 14 سنة ونص بالغ ما عم يقنع بالطهارة والنجاسي كل ما جيت لعلمه بيجن جنونه بيخوته بفل من البيت وحتى لو جيته بيروى بيطلع على العالي وبيهرب من البيت وما بيعودين بالبيت لها الدرجة عجيب أنه هو كمان ظاهر أمه عايش لحاله وبيه عايش لحال وقت اللي بتحكي مع بيه بيقولها صفلي منك إلو أنت عايش معه اه اهتم ما فيه عدة الواجب يعني نعم لا تذهب نفسها عليها عليه حسارات من جهة ومن جهة تانية إذا بتقدر يعني هايك تشوف له رفقة يعني تحسن أنه ينشئ معه علاءة وروحوا يجوا معه وما أشبه من قريبه بيكون جيد لأنه الشاب بيتأثر بالرفقة وممكن أنه يستفاد منهم وإذا أمكن أنه يعني يكون بدورة ثقافية كشفية عسكرية حتى كمان ما في مانع تحطوا بشي نادي رياضي في أجواء إيمانية نعم نادي رياضي في أجواء إيمانية كتير مهم هايدي كرمال يخرج من حالة الطفولية والعناد اللي هو عما يعيشها ويحاول ينفتح على المجتمع وأضايال جد ومنها الأضايال الديني نعم أي شيء بيخرجوا من جو البيت شرط أنه تكون بيئة صالحة ومقبولة بيكون جيد إذا بصلاة الغفيلة بدلنا الآيات اللي بتنقرى بالأولى رينيها بالتاني وبيتنقرى بالتاني رينيها بالأولى سهوان أي سهوان هل تبطل الصلاة ما بيأثر لا لا بيمشي الحال إن شاء الله نعم نعلم أن في الإسلام عيدين فقط لكن يقولون عيد الغدير هو العيد الأكبر فهل هو فعلا أعظم الأعياد بعد عندي شوية وقت سمحت شيخ إذا بدنا نتجاوز السؤال ممكن نتجاوز لمرة تانية لا يعني مثل ما قلنا يمكن سألنا سؤال قريب من هذا إنه ما نعيد بالمعنى الديني يعني كما هو عيد الأضحى وعيد الفطر ولكن لأنه مضمون مهم ولأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل له موقعية مهمة بحركة الدين والعقيدة في قوله تعالى يا أيها النبي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني موضوع الولاي ينال هذه الميزة الكبيرة في حركة الإنسان وفي حركة الدين يعني عيد الله الأكبر من حيث مضمون قيمته من حيث العقيدة ومن حيث شي طيك صح في حدا عم يقول أنه يعني في موقع على الفيسبوك تقرأ فيه أنثى القرآن الكريم وطالب دعم المستمعين والذين يدخلون على الفيسبوك هل يصح لنا أن نستمع إليها وندعمها ما في منع الاستماع لامرأة تقرأ القرآن أو العزاء والأناشيد الإسلامية ما في منع بس الأفضل أن لا يصير ذلك ظاهرة وأن لا يعني هل يعني أكيد بده يكون في التفات إلى سلبيات مثل هذا الأمر نعم والفقهاء هم أقدر على تشخيص هذه السلبيات من الجيد يعني أن يستفتى فقهاءنا في هذا ليروا رأيهم على الأقل كي يحصوا المؤمنات على أن لا يفعلنا ذلك طيب لكن لو أن امرأة فعلت ذلك ما فينا نتسمع فينا نتسمع بس ممكن ما يكون مناسب أنه نبدل إعجاب وإذا أمكن مراسلتها على الخاص فتنصح بأنها لا تقم بهذا العمل سؤالنا الأخير سمع الشيخ يوجد تطبيق على الهاتف لتداول العملات والذهب هل يجوز التعامل بهذا التطبيق عبر شراء وبيع الذهب من خلاله طبعا في ربح وخسارة بهالموضوع إذا كان هذا التطبيق يعني يحكي واقع جهة هي وسيط بين البائع والمشتري ما في مشكلة ما في مشكلة مثل أي جهة يعني بتعرض خدماتها يعني يقول بورصة هي بورصة بورصة الوسطة في عالم المال أو في أي عالم تجاري آخر يعني ما في منع أنه يكون وسطة بس طبعا بده يكون اللي عم يشتغل بهذا الشغل بده يكون خبير وما بده يكون حدث يتورط ما يخسر عم بصير في مشاكل كبيرة نعم صحيح يبقى عننا أسئلة سمعت شيخ يعني ما حنقدر هنمرئة اليوم كمان بالنهاية نشكركم سمعت شيخ حياكم الله شكرا جزيلا حبيب الله شكرا لكم أعزائنا إلى اللقاء غدا بمشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة